اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على اهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين واشار سمو حفظه الله خلال لقائه بقصر الرفاع اليوم بحضور عدد من المسؤولين مع وفد من اعضاء الكونغرس الامريكي برئاسة السيد داري العيسى الى ان مملكة البحرين اكدت في محطات عديدة موقفها الثابت من اهمية ترسيخ اسس الامن والاستقرار في المنطقة وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الارهاب موشيدا سموه بجهود الولايات المتحدة الامريكية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز فرص السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة ونوه سموه الى ان مملكة البحرين تتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وتطويره نحو افاق اوسع مضيفا سموه ان مملكة البحرين تدعم كل الجهود الرامية نحو تحقيق الامن في المنطقة وفي دول العالم وان المملكة حريصة كل الحرص على مواصلة جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالامن وزعزعة الاستقرار